هذا وقد أعلن معالي وزير العدل وشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي الخليفة أن أعداد مواطني مملكة البحرين في الخارج ممن أدلوا بأصواتهم في سفرات وقنصليات وبعتات المملكة الدبلوماسية في الخارج قد تجاوزت ضعف عدد المصويتين في الانتخابات الماضية هذا وشارك البحرينيون في الخارج بكثافة في عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب والتي انطلقت اليوم في أبرز العواصم العالمية بمشاركة وطنية شملت مختلف قفئات مواطني المملكة في الخارج وأكدت اللجنة التنفيذية والانتخابات 2018 أن عملية الاقتراع في الخارج بدأت من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء بحسب التوقيت المحلي للمدينة التي توجد بها السفارة أو القنصلي أو البعتة الدبلوماسية نوهت اللجنة أنه في الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب تجرى انتخابات الإعادة يوم الثلاثاء الموافق للسابع والعشرين من نوفمبر الجاري الجاري